اشتركوا في القناة وقالت اليومية انه في افق الاعدال للمؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية نظم يوم الاحد بالمقر المركزي لحزب المصباح يوم دراسي حول المسألة التنظيمية للحزب وقد ترحت في ثنايا النقاش او طرحت تعفوا قضايا عديدة كان ابرزها تعديل المدى السادس عشر من النظام الاساسي المتعلقة بقاعدة الولاياتين في تولي المسئوليات حيث برز توجهان الاول يعتبر ان تعديلا جوهريا مثل هذا لا ينبغي الاقدام عليه في وضع متوتر وغير طبيعي بالنسبة للحزب ويمكن تأجله الى مؤتمر لاحق والثاني اعتبر الوضع المتأزم للحزب يفرض الاقدام على هذه الخطوة ويجب النظر الى طلبات تمديد لبن كنان لولاية ثالثة كفرصة وليس العكس البوطة تلتهم 7.7 ملايير درهم عنوان تطلعه ضمن يومية الاحداث المغربية التي كتبت ان صندوق المقاسة اصدر تقريره حول انشطة صندوق برسم شهر شودنبر 2017 واضح التقرير شهريا تحملات صندوق المقاسة الاجمالية لهذه السنة ارتفع بنسبة 29% مقارنة مع سنة 2016 التقرير وحسب اليومية ابرز ان تكاليف دعم دتي غزة البوطان والسكر سجلت ارتفاعا ملحوظا بين سنتين 2016 و2017 وبلغ ما ينهز 54% واشار كذلك انه الى غاية 2030 جنبير 2017 بلغت اعتمادات الدعم المصروف لصندوق المقاسة 11.25 مليار درهم بما فيها مليا 1.2 مليار درهم اعتمادات خاصة مصروفة من الحسابات البنكية لصندوق المقاسة وهو ما ينهز 77% من الميزانية العامة للدعم ومن يومية الاحداث المغربية نتحول الى المساء التي عنونت سياسي مغربي متورط في فضيحة جنسية بهولندا وقالت اليومية ان سياسي مغربي مقيم بهولندا يمثل حزبا سياسيا هولنديا تورط في فضيحة جنسية مع فتاة قاصر ادت الى توقفه من قبل السلطات اليومية كشفت في عددها صادر يوم الثلاثة نقلا عن تقارير اعلامي هولندية ان الواقع اثار الدجرة في صفوف الجرية المغربية وفي الوسط السياسي الهولندية واقام الحزب الذي ينتمي اليه هذا السياسي بتجريده من عضويته بسبب التهم الموجهة اليه وتم اعتقاله بعد انتهاء تحقيق في الشكوى التي تقدمت بها والدة الفتاة البارغة من العمر 13 سنة جولتنا انتهت وقبل ذلك نختمها من يومية الصباح التي نقرأ فيها تحت عنوان محاصرة قاد يمارس القنس العشوائية وقالت اليومية ان مواطنون باحد دواوير اقليم اسفي حاصروا قبل ايام احد نواب الوكيل العام للملك لدى سئنفية المدينة اثناء ممارسته ويت القنس رفقة اشخاص اخرين قبل انطلاق موسمه لهذه السنة واترى حجل من سكان دوار مولاي عبد السلام بجماعة المعاشات بالسوائرية القديمة الى منع القادي من اتمام حصته من قنس الوحيش رغم ان المنطقة التي ضبط بها تدخل ضمن المناطق المرخصة المرخصة فيها بالقنس وبهذا نختم معكم جولة عبر اهم الصحف نشكر لكم طيب المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة